اشتركوا في القناة ماذا تتوقعون ان نتعلم اليوم ما المغنطيسيات الكهربائية ماذا تتوقعون ان نتعلم سنتعلم اليوم وصف المغنطيس الكهربائي وايضا ان تحدد العوامل المؤثرة في المغنطيس الكهربائي هذا ما سوف نتعلمه باذن الله لننطلق مستعينين بالله بداية نتأمل هذه الصورة ثم نكمل الفراغ صورة ماذا ابناء الطلاب المغنطيس ممتازين كل مغنطيس له ماذا له ماذا واحد منهما نطلق عليه شمالي والاخر ماذا الاخر جنوبي ممتازين اذا كل مغنطيس له ماذا قطبان كل مغنطيس له قطبان احدهما شمالي والاخر قطب جنوبي اذا هذا بالنسبة للمغنطيس بداية لاحظوا معي في هذه الصورة ماذا يوجد في هذه الصورة ابناء الطلاب ماذا يوجد في هذه الصورة ممتازين عبارة عن الجرس عبارة عن الجرس اللي هو الجرس الكهربائي هذا الجرس ابناء الطلاب يحتوي على مغنطيس كهربائي طيب ايش معنى كلمة مغنطيس كهربائي لما نقول هذا الجرس يحتوي على مغنطيس كهربائي كلمة مغنطيس احنا نعرفها طيب مرتبطة بكلمة كهربائي معناه مرتبط بماذا بالتيار الكهربائي معنى ذلك ان هذا الجرس مرتبط بوجود التيار الكهربائي اللي هو المغنطيس داخل ذلك الجرس اذا ما المقصود بالمغنطيس الكهربائي ابناء الطلاب ماذا نقصد بهذا المغنطيس الكهربائي نشاهد الان لو كان عندي ابناء الطلاب هذا السلك الفلزي وايضا لاصق والبطارية وايضا هذا المسمار اعمل الان اخذت هذا المسمار ولفيت عليه السلك الفلزي لاحظوا معي يصبح بهذا الشكل حتى اعمل مغنطيس كهربائي المسمار هذا السلك الفلزي النحاسي ثم بعد ذلك عند اللف هذا السلك ابناء الطلاب على شكل حلقة تزداد هنا قوة المجال المغنطيسي تجتمع هنا ابناء الطلاب المغنطيسية في كل حلقة حتى تجعل هذا الملف مغنطيسا كهربائيا لاحظوا معي الان اصبح مغنطيس كهربائي يتشكل من حلقات ثم اخذت هذا اللاسق ثم نضع هذا اللاسق بهذا الشكل ونثبت فيه البطارية ونأخذ هذه المعادن لنرى كيف تنجدب للمغنطيس لاحظ كيف تنجدب للمغنطيس وجود بطارية يعني تيار كهربائي وهذا المسمار لفينا حول ماذا سلك فلزي فاصبح الان مغنطيسا كهربائيا اذا ما هو المغنطيس الكهربائي ابناء الطلاب هو عبارة عن دائرة كهربائية تكون مجال ماذا مجالا مغنطيسيا تكون ماذا مجال مغنطيسي لاحظ هنا هذا المفتاح متصل بالبطارية متصل بالسلك النحاسي وداخل هذا السلك قضيب من الحديد اللي هو المسمار داخل ذلك الملف فيصبح هذا القضيب لهو المسمار اصبح مغنطيسيا اصبح ماذا مغنطيس ولذلك يزداد هذا المسمار يزيد من قوة المجال المغنطيسي وزيادة ذلك المجال يكون بزيادة التيار الكهربائي المار في ذلك الملف اذا تنتج هنا الالكترونات المتحركة مجالا مغنطيسيا حول هذا المغنطيس اللي هو المسمار اذا المغنطيس الكهربائي عبارة عن دائرة كهربائية تكون مجالا مغنطيسيا طيب عندما يتوقف سريان التيار الكهربائي يتلاشى ذلك المجال يعني لو اخذنا هذه البطارية وضعناها على جنب توقف ماذا يتوقف ماذا ابناء الطلاب يتلاشى المجال المغنطيسي ويصبح ماذا ويصبح مسمار عادي لماذا لأنه لا يوجد هنا تيار كهربائي فبالتالي هذا المسمار اصبح مغنطيسا كهربائيا طيب ابناء الطلاب اي مغنطيس كهربائي له اقوى مجال مغنطيسي من خلال خطوط المجال المغنطيسي نستطيع ان نعرف اي مغنطيس له مجال اقوى اذا كانت خطوط المجال الملف متقاربة وايضا اكثر عددا يصبح هنا المجال المغنطيسي اكبر اذا ممتازين لهو الملف له اقوى مجال المغنطيسي لان هنا خطوط مجال الملف متقاربة لاحظ متقاربة واكثر ماذا واكثر عددا اذا هذا بالنسبة للمجال المغنطيسي ما هي العوامل ابناء الطلاب التي تزيد من قوة المجال المغنطيسي الكهربائي من خلال هذه الصورة نستطيع ان نستخرج العوامل التي تزيد من قوة المجال المغنطيسي الكهربائي بداية ما هو وجود ماذا زيادة عدد لفات السلك اذا كلما زدنا عدد لفات السلك حول المسمار يعني حول المغنطيس سيصبح هناك ماذا قوة مجال كهربائي قوية ايضا زيادة التيار الكهربائي المار في ذلك الملف فاذا زدنا التيار الكهربائي وضعنا مثلا مكان البطارية مولد كهربائي فيصبح هناك تيار كهربائي كبير وبالتالي تزيد من قوة المجال المغنطيسي الكهربائي ايضا ابناء الطلاب وضع قضيب من الحديد داخل هذا الملف يساعد على قوة المجال المغنطيسي اذا هذا بالنسبة للعوامل التي تزيد من قوة المجال المغنطيسي الكهربائي اولا زيادة عدد لفات السلك ايضا زيادة التيار الكهربائي المار في هذا الملف ووضع قضيب من الحديد كالمسمار داخل ماذا داخل ذلك الملف هذا بالنسبة للعوامل ننتقل للتقويم المرحلي يمكن زيادة قوة المغنطيس الكهربائي بماذا بتقليل عدد اللفات زيادة سمك السلك او زيادة التيار الكهربائي وعدد اللفات كيف نزيد من قوة المجال المغنطيس الكهربائي ممتازين زيادة التيار الكهربائي وعدد اللفات ممتازين طيب ابناء الطلاب ننتقل الى المغنطيسيات الكهربائية كامثلة الاجهزة ابناء الطلاب الاجهزة الكهربائية في بيتنا مثلا تعتمد على المغنطيس الكهربائي من باب البيت ماذا يوجد عند باب البيت الجرس الكهربائي مثلا عندنا سماعات الصوت المحركات الكهربائية كلها تحتوي على المغنطيس ولذلك الاجهزة الكهربائية اعتمادها اعتمادا كبيرا على المغنطيس الكهربائي نشاهد الجرس ابناء الطلاب الكهربائي كنموذج هذه المطرقة وهذا الجرس وهذه المعدن واللفات هذه الدائرة ابناء الطلاب لو ضغطنا على المفتاح سنجد انه يتولى التيار كهربائي اذا نشاهد التيار الكهربائي ايضا عندما يتم توصيله التوصيل الدائرة الكهربائية ينجذب قضيب الحديد المسؤول عن احداث الصوت نحو مركز الملف هذا مركز الملف وفي الوقت نفسه فان حركة قضيب الحديد الى الاعلى تفصل الدائرة الكهربائية مما يسبب فقد المغنطيس الكهربائي خاصية الجذب فيعود قضيب المغنطيس الى مكانه ليعمل على توصيل الدائرة الكهربائية بهذه الطريقة اذا هذا بالنسبة للجرس الكهربائي ايضا ابناء الطلاب لماذا نستعمل المغنطيس الكهربائي في السماعة في السماعات لماذا يستعمل المغنطيس في السماعات لو تيجي يتفك اي سماعة ستجد ان داخلها مغنطيس كهربائي لماذا يستعمل لان المغنطيس الكهربائي ابناء الطلاب يمكن ان نغير من قوته وبذلك يجعل اهتزاز السماعة بمستويات مختلفة مرتفع ومنخفض الصوت وينتج طبعا عن ذلك شدة في الصوت اذا لماذا يستعمل المغنطيس الكهربائي في السماعة لان المغنطيس الكهربائي يمكن تغيير قوته ويؤدي ذلك الى اهتزاز السماعة بمستويات مختلفة مما ينتج اصوات شدتها ماذا شدتها مختلفة والمغنطيس ابناء الطلاب عندما يمر تيار كهربائي صوتي مار في هذا الملف الصوتي فهذا التيار يغير من قطبي المغنطيس ويصبح هذا الملف ابناء الطلاب له تأثير قوي تأثير تجاذب وتنافر مع هذا المغنطيس فعندما تمر الاشارة الكهربائية الصوتية في هذا الملف يتحول الى مغنطيس كهربائي وبحسب قطبي المغنطيس الكهربائي فان المغنطيس الدائم هنا يحدث له تجاذب وتنافر مع هذا الملف الصوتي هذا بالنسبة لاستخدام واستعمال المغنطيس الكهربائي في السماعة ايضا ابناء الطلاب المحرك الكهربائي ما هي آلية عمل المحرك الكهربائي ما الفائدة منه يحول الطاقة الى طاقة وامتازين يحول الطاقة الكهربائية الى قدرة ميكانيكية حركية حتى ينجز ذلك العمل والمحركات الكهربائية فان نجدها في بيتنا مثلا مثل ماذا مثل الغسالات الملابس يوجد فيها محرك كهربائي ايضا اجهزة التكييف يوجد فيه محرك كهربائي ايضا المكانس الكهربائية ايضا للبنات مجففات الشعر هالات الخياطة كل هذه توجد ماذا فيها محركات كهربائية هذا المحرك يحتوي على المغنطيس الكهربائي يحتوي على المغنطيس الكهربائي ولذلك نستطيع من خلال هذا المقطع ابناء الطلاب ان نعمل مغنطيس كهربائي لمحرك نشاهد ابناء الطلاب بطارية ومغنطيس وكان عندي مثلا سلك فيلزي نستطيع ان نعمل من هذه ثلاثة اشياء محرك كهربائي بسيط وضعنا هذا السلك بهذا الشكل ثم اخذنا هذه البطارية وهذا المغنطيس وضعنا هذا السلك داخل هذه البطارية سنجد كيف يلتف هذا السلك ومعنى ذلك ابناء الطلاب ما معنى ذلك اي انه عندما يمر تيار كهربائي خلال هذا السلك يولد مجالا مغنطيسيا حول السلك فاذا لف هذا السلك على هيئة ملف حول هذا القضيب فان المجال هنا المغنطيس يحدث له تعاظم وحول السلك بحيث انه يصبح مغنطيسا كهربائيا بسيط ولذلك نهاية هذا المغنطيس حيكون ماذا قطبين شمالي وقطب جنوبي نشاهد ايضا اذا وضعناه بهذا الشكل سنجد ان هذا يعتبر محرك كهربائي بسيط اذا هذا بالنسبة للمحرك الكهربائي ننتقل للتقويم المرحلي اقارن ما اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين المغنطيس الكهربائي والمغنطيس الدائم هذا المغنطيس الكهربائي وهذا المغنطيس الدائم ما اوجه الشبه والاختلاف بينهما ما اوجه اولا الشبه بينهما بين هذا المغنطيس المغنطيس الدائم والمغنطيس الكهربائي كل منهما ماذا اولا اولا لهم قطبان لاحظ اول لهم ماذا قطبان قطب جنوبي وقطب شمالي قطب جنوبي هنا شمالي وهنا ماذا شمالي جنوبي اذا يتشابهون بوجود ماذا الاقطاب طيب ما الاختلاف بينهما المغنطيس الكهرباء يا ابناء الطلاب يمكن تغيير ماذا تغيير قوته الاختلاف بينهما ان المغنطيس الكهرباء يمكن ان اجعل منه قوة كبيرة وذلك بماذا باضافة اشياء اخذناها عوامل مهمة ممتازين اضافة او زيادة شدة التيار الكهربائي وايضا عدد وحجم اللفات فتزيد من قوة هذا المغنطيس الكهربائي فيصبح هذا المغنطيس اقوى من المغنطيس الدائم اذا كل منهما يمكنه سحب او دفع بعض الفلزات مثل الحديد ايضا كل منهما له قطبان شمالي وجنوبي قطب شمالي وقطب جنوبي اما الاختلاف بينهما فيمكن ان يتوقف المغنطيس الكهربائي عند توقف سريان التيار وايضا يمكن تغيير قوته بناء على وجود التيار الكهربائي يعني زيادة التيار الكهربائي وايضا عدد وحجم اللفات لان هذا بالنسبة لأوجه المقارنة بين المغنطيس الدائم والكهربائي ننتقل للتقويم الختام يا ابناء الطلاب اقرن المفاهيم بما يناسبها عدد اللفات الجرس الكهربائي العوازل المغنطيسي الكهربائي والمجال المغنطيسي عبارة عن دائرة كهربائية تكون مجالا مغنطيسا ما هو ابناء الطلاب ما هو هذا المفهوم عبارة عن دائرة كهربائية تكون مجالا مغنطيسيا ممتازين اللي هو المغنطيس الكهربائي عندما يتوقف سريان التيار الكهربائي في المغنطيس الكهربائي ماذا يتلاشى عندما يتوقف سريان التيار الكهربائي في المغنطيس ماذا يتلاشى ممتازين اللي هو المجال المغنطيسي طيب من العوامل التي تزيد من قوة المجال المغنطيسي الكهربائي زيادة ماذا حتى تزيد من قوة ذلك المغنطيس الكهربائي نزيد ماذا أبناء الطلاب ممتازين زيادة عدد اللفات تحتوي على مغنطيس كهربائي هل هي العوازل أو الجرس الكهربائي تحتوي على مغنطيس كهربائي أحسنتم هو الجرس الكهربائي إذن تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم أبناء الطلاب في المغنطيس الكهربائي قلنا هو عبارة عن دائرة كهربائية تولد مجالا مغنطيسيا ثم أخذنا العوامل التي تؤثر على المغنطيس الكهربائي قلنا هي عبارة عن عدد اللفات وأيضا التيار المار وأيضا وجود قضيب من الحديد وأخذنا أمثلة على بعض الأجهزة التي يوجد فيها المغنطيس الكهربائي مثل الجرس الكهربائي وسماعات الصوت وأيضا المحركات الكهربائية هذا ما تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته